حضارة المايا حضارة تشتهر بهندستها المعمارية التي لازلنا شاهدين على عظمتها قصور وأهرامات وساحات تعكس حضارة امتدت على مدى آلاف السنين ويسعى اليوم علماء الأثار إلى صون ماضيهم وترميمه إذ بدأ المعهد الوطني المكسيكي للأنتروبولوجيا والتاريخ أعمال الترميم في مجمع سكني للمايا في موقع زيبيل شالتون الأثري الواقع شرق المكسيك المعبد أو كما نعرفه هيكل 46 تم حفره في السنوات السابقة بنسبة تصل إلى 70% لذلك نحتاج إلى المضي قدما هذا الموسم ولانتهاء من ترميمه ومحاولة الوصول إلى 90% أو 100% كان المعبد مهما لأنه كان معبدا حصريا لحكام المكان ولم يكن مفتوحا لعامة الشعب ويخطط الباحثون لترميم المعهد المعروف بالمبنى السادس والأربعين والذي يزيد ارتفاعه عن 12 مترا ويقول الخبراء أن هناك أزيد من 50 غرفة وبعد الباحات الغارقة وربما مناطق الطهي التي كانت تخص حكام حضارة المايا اكتشفنا ما لا يقل عن 50 غرفة أو أكثر بعضها متصل ببعض ونعتقد أننا سنجد منازل النخبة في هذا المكان نعلم أن هناك هياكل من نوع القصور والمعابد الشخصية في المنطقة الجنوبية ولكننا سنكتشف المزيد من نتائج العمل التي بدأناها خلال هذا الموسم يذكر أن شعب المايا تميز بالفنون وفن العمارة والفنون التشكيلية والخزف والنحت وحقق تقدما كبيرا في علم الفلك والرياضيات وبلغت حضارة المايا أقصى مراحل تطورها في منتصف القرن الثالث ميلادي واستمرت أكثر من 600 عام